مطلع العام 2014 أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع وضع اليمن تحت ما يعرف بالبند السابع وتلك كانت الخطوة التي جعلت اليمن مفتوحة أمام تمرير أي مقترحات يقرها مجلس الأمن وإلزام الأطراف بتنفيذها في البند السابع للأمم المتحدة تمنح المواد الثلاثة الأولى من البند مجلس الأمن الأحقية في تقرير ما يراه مناسبا لفض النزاع وإلزام الأطراف بتنفيذ هذه القرارات بما فيها الإجراءات الاقتصادية والمواصلات وقطع العلاقات الدبلوماسية كان البند السابع ذريعة لدول إقليمية بعينها بما فيها السعودية والإمارات وأطراف دولية لتحويل اليمن إلى دولة ذات سيادة منقوصة وعلى هذا الأساس تم التعاطي مع الملف اليمني وتضاءل حضور الشرعية أمام نفوذ التحالف على الرغم من أن الأمم المتحدة لم تفوض التحالف العربي أو أي قوة لإنفاذ بنود البند السابع الذي وضعت اليمن فيه إلا أن التحالف الذي توقوده الرياض وأبوظابي استغل البند السابع وقرار مجلس الأمن 22-16 والبيانات ذات الصلة لفرض الوصايا فرض التحالف الوصاية المسلحة على الدولة اليمنية ومنع طائرات الخطوط الجوية اليمنية من الهبوط في مطار عدن على الرغم من أن الكثير من مواد البند السابع لا تتطلب استخدام القوة المسلحة وتؤكد على تدابير ناعمة كما في المادة 41 تنص المادة 41 على أن لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلاة الاقتصادية تجاوزات التحالف لا تقتصر عدو الوصاية المسلحة التي تصمت عنها الأمم المتحدة بل وصل الأمر إلى انتهاكات واسعة للمقاتلات الجوية التي تقصف تجمعات مدنية وأسواق شعبية وأحياء سكنية وهذه الكلفة الأكثر مأساوية لوضع اليمن تحت وصاية من لا يلتزمون بالحد الأدنى من حقوق الإنسان